تحية للسوريات الثائرات في وجه النظام المجرم الثائرات في سبيل الحرية تحية إجلال لكل نساء العالم في يوم المرأة العالمي وأخص المرأة السورية التي كانت وما زالت تزخر بالتضحيات العظيمة في مناهضة الظلم بكل أشكاله تحية للمرأة السورية في مختلف المجالات من خلال إخلاصها وعملها وجهودها وصمودها طوال السنين عديدة من عمر هذه الثورة نستذكر اليوم النماذج العظيمة من النضال والبطولة التي قدمتها المرأة السورية من الإقدام والعزم والالتزام من أمثال الثائرات والقائدات والمناضلات والسياسيات والمعتقلات والشهيدات وأمهات الشهداء والمعتقلين نستذكر بفخر واعتزاز والدة الشهيد عبد الباصة الساروت وعالمة الفيزياء فاتن رجب والمحامية رزان زيتونة والفنانات فدوى سليمان وميس كاف وسمر كوكش نستذكر الشهيدة تحت التعذيب رحاب علاوي والمعتقل البطل راني العباسي والكثيرات الكثيرات التي سطرنا أسماءهن في تاريخ ثورتنا العظيمة لقد واجهت نساء سوريا مختلف صنوف القمع والإجرام والانتهاكات من هذا النظام الوحشي بعزيمة صلبة ورغم ذلك ما زالت مستمرة بثورتها في وجه الاستبداد نقف اليوم بإجلال أمام تضحيات نساء سوريا وبطلاتها في المعتقلات والمخيمات في أرض النزوح واللجوء وفي كل مكان إن أحياء هذا اليوم وتجديد روح العمل والتواصل وبناء الحملات والفعاليات في الداخل والخارج دعما للمرأة السورية يمثل واجبا رئيسيا يجب الاستمرار في أدائه إن التجربة النضالية العظيمة التي خاضتها المرأة السورية خلال عشر سنوات من عمر الثورة تؤهلها لأن تأخذ مكانتها في مواقع صنع القرار ونحن على ثقة بأن هناك إسهامات عظيمة يمكن للمرأة أن تقدمها في بناء حاضر سوريا وفي رسم مستقبلها ستبقى المرأة السورية الحصن الحقيقي والرافع الأساسي للمجتمع وستبقى الملاذ الآمن والأمل لإعادة بناء المجتمع السوري ونسيجه المتماسك كل عام وأنتنا بخير